بسم الله الرحمن الرحيم الحم لله الذي أنزل على عمله الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينثر بأسا شديدا من لدنه ويمشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسدا ماكثين فيه أمدا وينفع الذين قالوا اتحذى الله ولدا ما لهم به من علمه ولا لآبائهم كبرت كيمة تخرج من أفوائهم إن يقولون إلا كذما فلعلك باخع نفسك على آخرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زين ذلنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات ما عجبا إذ أولفت يد إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم نعفناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نمأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزبناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه إلها لو لا يأتون عليهم بسلطان بنيل فمن أظلم لمن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوئوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو البهتد ومن يضلل فلن تجن له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق في راعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قرائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينفر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق إنه وليتلطف فلا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم فيهم الذين ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقه وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم دنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين خلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلمهم ويقولون خمسة سادسهم كلمهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلمهم قل ربني أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبثوا له غيب السماوات والأرض أمصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليهم ولا يشرك في حكمه أحدا واتلبا أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجن من دونه ملتحها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عين أك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين بارا أحاط بهم سرار قوام وإن يستغيفوا يغافوا بملاء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشرام وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا علماءك لهم جنات عدن تجري من تحليم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها من خضرا من سندس وإستبرق تكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهم الجنتين من أعناب وحففناهما بنخلئ وجعلنا بينهما سرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك بالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه طالما أهن أن تبيب هذه أبدا وما أهن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب إلى أجدا مخيرا منها منقلما قال له صاحبه وهو يحاوره أكفر ذا من الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤديني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسدانا من السماء فتصبح صعيدا سنقا أو يصبح ما هو أخورا فلن تستطيع له طلبا وأحيق بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمنا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنا لهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلق لكم أول مرة بل زعلتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فدرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صخيرة ولا كبيرة إلا أحصانا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجلوا إلا من سكان من الجن ففسقى الأمر ربك أفتتخذونه وذوريته أولياء من دوني وهم لكم علو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المطلين عضلا ويوم يقولنا ننشو كآدي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موطقا ورأى المجرمون أنها فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جبلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم صنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنفرين ويجالل الذين كفروا بالباطل ليدحطوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنفروا هزوان ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونصي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آبادهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعل لي يجدوا إن دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لنا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنبي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سعبا فلما جاوزا قال لفتاه أعطنا غلاءنا لقد رقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أويننا إلى الصخرة فإني نسيت الحيود وما أنسى ليه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى فارتدنا على آفارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك علىنا أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجلني إن شاء الله صامرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جغت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أملي عصرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلوا قال أقتلت نفسا زكيئة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغتني لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتينا أهل قرية استطعنا أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقابه قال لو شئت لنتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لن تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشيننا أن يرهقهما طغيانا وكثرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامهم يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يمن غراء شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرين ذلك تأويل ما لن تستع عليه صبرا ويسألونك عن في القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجلا تغرب في عين حمئة ورجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا سنقول له من أمر ما يصرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدا فقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجدا من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له رقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكرا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفخ في السون فجمعناهم جمعا وعرضنا الجهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليان إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بمن كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ززنا خالدين فيها لا يضغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر